كشفت صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية أن نقاب عن التدفع المحموم داخل البيت الأبيض على مدار 19 يوماً لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط واحتواء التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران وأوضحت صحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي التابع له راقب بقلق متزيد إطلاق إيران عدداً من الطائرات المسيرة والصواريخ في هجوم مباشر على إسرائيل لم يسبق له مثيلة وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم من أن تؤدي الدربة الإسرائيلية إلى هجمات ضد المواقع الأمريكية في العراق وسوريا